بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام دلوقتي بإذن الله وصلنا لنهاية الجنرال براكتكال وده بإذن الله هيكون آخر فيديو فيه باتكلم فيه عن الابدومينال اجزامنيشن عايزين نقف ايه الاتمز اللي مفهودة يكون حطها في دماغي وانا رايحة اعمل كومنت كويس عن اي حاجة بتسأل فيها في الابدومينال اجزامنيشن تعالوا كده نشوف الاول ايه الحاجات اللي بحطها في دماغي اول حاجة زي ما احنا عرفنا قبل كده ان الابدومينال اجزامنيشن لأربع حكايا انسبكشن وبلبيشن وبركشن واسكالتيشن طيب الانسبكشن اقطر سؤال بييجي عليه بيكون انسبكشن للأسايتس طيب ايه الاتمز اللي لنا المفهودة كونا عارفها في الانسبكشن احنا كنا ممشيينها كده بشكل لطيف جدا واحنا بنشرحها في الفيديوهات التفصيلية وطبعا شفنا كل حاجة في الفيديوهات دي مش محتاجين ان احنا نتفرج على صورة ولا اي حاجة انا كل اللي محتاجين منكم النهاردة ان انتو تحفظوا الايتمز اللي هتبص عليها في العيان او مثلا لو هي صورة هتبص على ايه الحاجات اللي تنفع مع الصورة من خلال الايتمز اللي انا هقولها دلوقتي يعني مثلا في الانسبكشن اول حاجة هتشوفها هي الكنتور الكنتور ده مثلا هل هو نورمل هل هو اسكافويد اوي يعني فيه نتيجة مثلا اي مشكلة ولا فيه مثلا انرجمنت طب انرجمنت ده مثلا ديفيوز ولا لوكال ولا ايه بالزبط تمام طبعا لو حالة قصيتس يبقى اكيد هنقول عليها تاني حاجة الموفمينت مع الريس باريشن الموفمينت مع الريس باريشن هل هي لميتد هل هو يعني نورمالي موفمينت ولا ابنورمال ولا ايه بالزبط غالبا برضو القصيتس ممكن ممكن تلاقيها لميتد بس مش دايما هتلاقيها لميتد يعني في بعض حالات بيكون عندهم قصيتس والموفمينت مع الريس باريشن ما بتتقصرش الفيزيبول فريستاليس بعد كده عندي بشوفها برضو ممكن اراحزها لو فيه انتوسينا الهيرنيا بطلب من العين ده ان هو يبدأ يقح علشان اشوف فيه اي مكان فيه اي ممكن تظهر على بطن العين ولا لا وغالبا برضو الهيرنيا بفحصها هو واقف احسن الايديما بشوفها في الوقت انتوسي عبدو من الول طيب ده بالنسبة لأول خمسة عيدة دول يعني تجميعة كده دول اهم اتنين التلاتة دول يعني بيحطوهم كده كتحشيشة مع الكلام طيب بعد كده همسك ايه همسك المكان يعني من فوق لتحت كده نبدأ من عند البرست هشوف ايه في البرست فيه جينيكوماستيا ولا لا طب بفحصها ازاي الجينيكوماستيا دي باجي عند النبل وابدأ اضغط لو لقيت فيه حاجة اسمها ديسك فيه ديسك تحت ايدي وتنضر يعني ببص على عين العين كده أنا بعمل بقيته متضايق وحاسس بوجه ساعت هبعف ان فيه جينيكوماستيا طب لو مفيش بس اسدره كبير ده ممكن يبقوا بستي يبقى جينيكوماستيا بعرفها بالديسك اللي موجود ده بعد البرست بيوسع السابكوستال انجل طبعا عافيني الطريقة بتاعتها ان احنا بنحط الطوصم بقصاط بعد كده ونبدأ ايه نقيس السابكوستال انجل وعافيني النعمة بتاعها بيكون حوالي تسعين موجب او سالب عشرين يعني من الاخر من سبعين لمية عشر اقل من كده ممكن في البيجوين شاست اكتر من كده ممكن مثلا في بقى سويلين كورونيك انترابدومنال سويلينك النتيجة اسايتس او اي ارجان وميجالي الابيجاستيك بلصيشه مهم وغالبا اصلا بيبقى موجود في العينين اللي مثلا عندهم وبيبقى جاي من ناحية الليفت ممكن مثلا جاي من الابدومنال الورطة وممكن جاي من الهيباتيك يعني من ناحية مثلا الريت وليه برضو طريقة في الاجزامينيشن هتعلق كمان على الديفركيشن اوفيكتاي هتطلب من العين انه هو يهم برأسه من غير ما يسند بايده فهتلاقي حاجة كده زي خيارها فجأة طلعت لفوق الامبليكاس ليها طبعا فول كومنت لازم تعلق عليه تعلق على الصيد بتاعها هل هي يعني شفتت اوت وداون مورد ولا أبوود ولا هي سنترل في مكانها الشيب بتاعها هي انفرتد ولا ايفرتد اللي سويلينك في هيرني او في نيديول فيها انا شفت عينين كتير بيبقى عندهم هيرنيا وتبقى واضحة جدا يعني من غير حتى ما تطلب انه هو هيكح هي واضحة لازم ما تنساش تعلق عليها او ان ديول في سكار وبرضو بتعلق على السكار ولازم تكتب السكار دي بتاعت ايه لو هو مش عارف خلاص هتعمل ايه هو مش عارف انما لو انت يعني لو هو عارف السكار دي بتاعت ايه اكتب سكار فور كذا مثلا في بعض السكار كنا تكلمنا عنهم بتبقى مميزة انت من غير حتى متسأله ممكن تشك ان السكار دي بتاعت مثلا سبيلينوكتومي السكار دي مثلا بتاعت كولوسيستوكتومي كده يعني فيه ديسكالاريشن لون بلو ده بنسميها كلن ساين او جرين بنسميها وانشوف ساين فيه لون كارين كراون مع الادس مزيز فيه ديسكالارج مثلا بباس او ستول او يورين ده بالنسبة للامبليكس سايد وشيف وسويلين وسكار وديسكالاريشن وديسكالاريشن المهمة اللي انا عايزاكو تعرفوها فيه كمان السوبرا بيوبيك هير هو طبعا مش معانا او يعني بس ممكن لو الميل ده مسلا عنده ممكن تلاقي عنده نصف السوبرا بيوبيك هير يعني فيه في موناين ديستربيوشن الاكستين لجوني تاليا برضو غالبا هي مش بتبقى معانا الاسكن بعلق فيه على ثلاثة اس سكار وستريا روبرا قلبها نيبرا سكراتش ماركس ليها طبعا ديفينشيال ديجنورس مهم جدا لازم تبقى عارفينه visible veins ودي ممكن تبقى واضحة بس بشرط انها متكونش طورشوس و متكونش عالية عن الجلد مين بقى لطورشوس وعالية هي dilated veins ولازم تفرقها عن portal hypertension وسيبيروفيناكيفا obstruction والإنفيروفيناكيفا obstruction ليها طبعا تستات وكننا تكلمنا عنها قبل كده الممكن تلاقي مثلا حاجة اسمها يعني لونها مخضر كده وتحس انها فيها دم ده بنسميها بالصين دي ممكن تلاقي بيتيكي بيربرا ايكيموسس الحاجات دي يعني خطأ برضو شائع جدا انك تنسى الباك تنسى تقعد العيان وتشوف الباك بتاعه ماينفعش لازم تشوفه ممكن تلاقي swelling او scar او deformity او مثلا بفلو هامب او hair tough او وينجنج في الاسكابيلا كل الحاجات دي ممكن تلاقيها عند العيان لازم تعلق عليها يبقى احنا كده لو جلنا مثلا عيان وعايزين نعلق على الانسبكشن بتاعه ويعني يشكينا مثلا ان هو قصيتس او حتى لو ما شكيناش احنا هنبدأ نمشي كده مع بعض نتخيل ان في حيان جنة وهنعمله انسبكشن وبطنه منفوخ اول حاجة هتقول e diffuse enlargement مثلا with full flanks ممكن تبقى limited انا بديك كومنت كده ممكن تكتبه مثلا لو حركة اصايتس عشان انا قلت ان غالبا حالات بتبقى اصايتس هتكتب هنا no visible burst البرست مثلا ممكن يبقى في جاني كوماستياء او لا سبكوستر انجل هنقول white subكوستر انجل هنقول مثلا في epigastic pulsation في ديفيكيشن وفكتائي الامريكاس هتقول مثلا شفت الدونورد الشب بتاعها averted السويرنج السكار dilated veins في كبوت مدسة discoloration او لا تسرد عند الامريكاس احنا كتبنا اصلا عند الامريكاس لو عايز تكتبها هنا تانية مفيش مشكلة. الهيموج نوهيموج. الباك مفيش مثلا اي حاجة من دول في الباك. فانت ممكن برضو تعلق لو فيس بايدا نفايت تخلي برك منها. يبقى انت كده يعني احتاخد الفور مارك فعلا. ليه? كتبت كل حاجة. مشيت كده ايتم ايتم في دماغك. قلت اين موجود اين مش موجود. خلص انت كده اعطيت كل حاجة. ده كان بالنسبة لسؤال الانسبكشن. وقلنا اشهر حاجة سؤال الانسبكشن. تخلي برك تاني حاجة عندي البلبيشن. الاسئلة اللي ممكن تيجي على البلبيشن. قبل اي حاجة هتعملها لو السؤال قدامك بلبيشن. وانت هيح تفحص العيان. خلي العيان يتني رجليه. دفي ايدا كويس جدا. اسأله على المكان اللي بيوجع. ده سواء هتعمل سبافيشيا ببلبيشن او ديب بلبيشن. اوكي? ليه? لان الحاجات اللي انت بتعملها دي هدفها ان انت تخلي الفشية اللي بدون من الفشية بتاعته. تبقى ريلاكس تماما. علشان تقدر تفحص ما فيش ما يحسدش الجاردنينج. و ما تقدرش تحس مثلا ماسز او اي حاجة من دي. تمام? السبافيش يا ببلبيشن اتنا عارفين طريقته بيكون عن طريق الاس شيف دي منر او الجي شيف دي منر. الهدف منه ان انت طبعا ما بتنزدش اكتر من واحد سنتي. يعني حاجة بسيطة اول. وبتمشي بالمنر اللي انا قلت عليه ده. وغالبا يعني اكتر حاجة بيحبوا يبدون عند راية الياب فصل. وبتدوى بقى فيه مثلا هوتنس حاسس مثلا ان فيه تندرنس عينك على وش العيان. اه فيه فيه في فرق ما بين الريجيدي والجاردنينج. بنفك الجاردنينج بيرسبعيش. اما الريجيدي لا ما بيفكش نهائي. اه فيه هاي بايستيزيا. ودي حالات على فكهة متواجدة. يعني الناس اللي عندها هيربز سوستر بتبقى متواجدة ان عندها هاي بايستيزيا واتلاقي فيزيكلز. اه دي لاتتجول بلادر. سوبرفيشيال ماسس. دي الحاجات اللي بطوع عليها بالسوبرفيشيال بلبيشان. غالبا الحالة بتبقى طالب منك ديب بلبيشان. ديب بلبيشان انه سكت. يبقى انت هتضوع على الحاجات اللي هقولها دلوقتي. فيه تندرنس ولا لا. فيه ديب ماسس ولا لا. فيه ارجانهم جالي. التلاتة دول لازم تدور عليهم. طيب. مالقيتش مسلا تندرنس. مالقيتش ديب ماسس هتدور على ارجانهم جالي. من ليفر وسبلين. ولازم تتامل عليهم كومنت كامل. تمام كده? طيب. قالك ديب بلبيشان للليفر. لي طبعا طرق في البلبيشان. ديب بلبيشان للسبلين برضو لي طرق في البلبيشان. هنقسم الليفر الريت لوب وليفت لوب. الريت لوب عندي ابر بردر بس ما عندي ابر بردر. ليه لانه متخبي وليسترنام مش هتعف توصل. طيب لما عايز اجيب الابر بردر بتاع رايت لوب هجيبه عن طريق الهيفي بركشن. مبدأ من فوق كده من عند الانجلو فلوس احدد الساكند انتاكوستال اسباس. وامشي بهيفي بركشن. غالبا المفود بلاقيها في الفيفس انتاكوستال اسباس. لو مالقيتهاش في الفيفس انتاكوستال اسباس. ولقيته مثلا في السكس او السيفنس او. تحت عن كده. واللسبان ثابت معناها ان ده حاجة اسمها الطوز ديليفر. الليفر هو اللي نازل تحت. واكيد المشكلة في اللهم. اما لو انا لقيته في الفيفس. وبعد كده لقيت اللسبان كبر. يبقى في ايه. يبقى اميجان. اوكي. طيب. لو انا دلوقتي جبت الابر بردر بالهيفي بركشن. ولقيته عند الفيفس انتاكوستال اسباس. بعدها هاجي بقى على الابر بردر بتاع رايت. واعمل ميسود معينة عشان ان اوصل. اهم ميسود عندي الارديناري ميسود. وفي حاجة اسمها هوتشونسون ميسود. بس اهم واحدة بصراحة هي الارديناري ميسود. باجي بالاندكس الفينجر طبعا انا وريتكم الفيديوهات لها. وببدأ اطلع مع الانسبيريشن بتاعه لحد ما الاتج تخبط في ايدي وعرف المكان. وبحدد من هنا من عند المكان اللي عملت فيه هيفي بركشن وتأكدت ان الابر بردر عنده. لحد المكان اللي عملت له الارديناري ميسود والايت البوردر الشربي مثلا بتاعه عنده. واقس النسبان. اشوف هتبقى قد ايه. ده بالنسبة للرايت. طيب. الهوتشونسون ميسود بعملها بصوابعين. الانفورسد ميسود بعملها في حالة الفاتي بأداية لتنين. البيماني والميسود دي عشان اشوف هو بلسيتنج ولا لا. الهوكينج ميسود في حالة الشرنكن. افرد انت عملت الارديناري ميسود ملقيتش حاجة خالص. هتسكت على كده لا. بتكمل الباقي. لحد ما توصل الهوكينج ميسود شونك. انتب لو هو عنده اسايتس. هتعرف تعمل الارديناري لا. يبقى احنا كده بنلبخ. خلي بالك على فكر الموضوع ده بيحصل. ازاي. دكتور يدخل حالة اسايتس. ويطلب منك ديب بلبيشن للليفر. وانت قاعد بقى تعمل الحركات اللي هي بتاعت الارديناري والكلام ده. طبعا ندخل بصف. لازم تعمل دبيند. وما تعملش كومنت على الليفر. يعني ما تقولش الكونسستنسي بتاعته ايه. ما تقولش بتاعه ايه. ما تقولش بتاعه ايه. ما تقولش حاجة. قولي يا دكتور الدبينج ميسود اه انا حسيت الليفر. وتعملها قدام. طريقة الدبينج ميسود وخلاص. تكده هتاخد الفورمواك ان شاء الله. انما عملت ارديناري ميسود في حالة اسايتس لا. وعملت كومنت بقى كمان مصيبه. يبقى. يبقى. عملتك من حاجات الاساس. الليفت لوب خلاص. انت مش هتجيب الوب بوده. انتیں بس لوربوده بضروب نفس الطريقة. لكن تبدأ من عند ايه الامبلكس. رئيه لوب بتبدأ من عند رئيه بفصة. الليفت لوب بتبدأ من عند الامبلكس. في بقى طريقة تانية برضه عشان انتتجيب اللورب بوده. بدل ما تجيبه بالبروبيشن بجيبه مثلا باللايه برقاشن او مثلا بجيبه بالاسكون سوف نضغطيش عن طريق سكاتشي تست بس طبعا هو طبعا ما قال بالباشن يبقى مش هنتكلم خلاص عنه قضي لسبلين نفس الكلام عايزة مثلا اجيبه بجيبه الاوردونايي مسود ببدأ بعض من عنده راية الياب فصة بالإندكس فنجر راديال سايد بتاعه او مثلا اعمل هوتشينسون مسود لو هو فاتي انفورسد مسود بل سيتنج هعمل بايمانور مسود في دكاتة ما بتقتنعش بحطة بايمانور مسود بس في دكاتة بتعملها عادي آآ الاصايتس باستباكي على الجنب الشمال با بعملها شون عالي يمين مش هارف عاملها لازم باقي على الجنب الشمال عشان عامل ايه الاصايتس بقطع اعمل ايه ب Estate Processing دكاتة بتعملها عادي وتعمالها حيان هن تعمل بايمانور مسود الناس يدخال اقوم بايمانور عشان تقدر تشوف مثلا في اسبرينوميجالي ولا لا وسكالتشاتش تست دابعوه ويقدر يحدد لك بسبلين وميجالي ولا لا ده بالنسبة للبالباشن يبقى الديب بالباشن يبقى الديب بالباشن تحدد لك من الاول وقالك يعمل ديب بالباشن للليفر هتحدد بالطريقة اللي احنا قلناها دي طيب الكومنت بتاعك ايه قالك ديب بالباشن للليفر يبقى لازم تقول اول حاجة ان ده انت لأبدوماني سويننك موف ابا ندوان وزر سبيريشن هتلاقني مسبتها في بعد كده هتقول السايد الليفر طبعا رايت هايبو كوندريم لو انت بتشوف لازم يبقى لفت هايبو كوندريم السايد اللي والسبان يعني هتشوف الريت لوب تحت القصة المارجن بقد ايه او الليفت لوب تحت القصة المارجن بقد ايه ده برضو نفس الكلام تحت القصة المارجن بقد ايه من مين بالضبط؟ من البشن توفينجر او بالصنطي يعني متعملش بيدك انت لأ هتيد العيان وحطي ايد وشوف ما قدتش ايد واحدة هتيد ايدي التانية كمان يبقى رايت لوب مثلا وليكن سيري فانجر مثلا بلول كوستال مارجن طيب الليفت لوب بقى فيها حتة مميزة شوية والزاكي اوي هو اللي بيلقطها ايه هي؟ دلوقتي الليفت لوب اصلا تحت الزيفسترنم بهاند بريدس يعني ايه هاند بريدس؟ يعني انت عشان تقيس الليفت لوب في النورمالي في الشخص الطبيعي بيبقى يعني حوالي اربع فنجر من العيان الاربع فنجر دول دول بسميهم هاند بريدس ده الطبيعي عند اي شخص انت نفسك لو جيت كده من تحت الزيفسترنمت جنكشن وحطيت اربع صوابع اللي هو الهاند بريدس بتاعتك هو ده الليفت لوب بتاعك طيب انا لو بقولك مثلا ان الليفت لوب زاد يعني زاد في الصيز بتاعه هتجيب بقى ايد العيان وتحط كمان اليد التانية وتقولي مثلا ده بقى ستة فينجر يا دكتورا لا ده كده غضب اما انا هتعميلي ايه؟ هقولك هحط ايد العيان اللي هي اصلا النورمال اللي هما الاربع فنجر ما هم دول النورمال بتوعي دول الصيز الطبيعي بتاع الليفت لوب وبعدين هجيب ايده التانية وحط الفنجرز البقية لحد ما وصل لاخر الليفت لوب وساعدها هقول ايه مثلا هقول اه ده هو تو فنجر بلو الهاند بريدس يعني بلو الاربع فنجرز بتاعته يبقى الاربع فنجرز دي حاجة طبيعية فما تقول ليش بلو زي في سترنال جونجشن ستة فنجر لا تقول لي بلول هاند بريدس في تو فنجر طب افرد انهما سبعة فنجر يبقى بلول هاند بريدس سري فنجر طب افرد تمانية فنجر يبقى بلول هاند بريدس فور فنجر اتمنى الحيطة دي تبقى مفهومة او مش مفهومة اممكن ازللكم سؤال لها اه يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحدد الصيز هنا على طول اي فنجر هتحطه بلول القوستل مرجن يبقى هو الصيز بتاعه هنا اي فنجر هتحطه بلول هند بيتس بتعتك يبقى هو ده كده ايه الابنورماليتي في معلومة مهمة بعده في السبيلين لازم تتكتب وهي ان الهند كانت انسويت بين الاسبلين و القوستل مرجن ما تقدرش تحط ايدك ما بينهم الاتنين انما ما بين القوستل مرجن و ما بين الكني اه تقدر تحط ايدك كمان فيه بالبيبول نوتش على الانتروميديا البوردر السيرفس هنحط يعني هنتبقى بقى ايدينا ونشوف هوا سموس ولا نوجلر ولا ريجولر غالبا بيبقى سموس الكونسيستنسي صوفت ولا فرم ولا هارد غالبا بيبقى فرم البردر راوند ولا شارب ولا هارد لو انت حسيته يبقى شارب ما حسيتوش وما قدرتش تجيبه يبقى هو اكيد راوند التندرنس تندر او نوت بلسيتنج هتشوفه بلسيتنج او لا طيب افرد انت تدخل دلوقتي على العيان والعيان بروفيشنال وعارفه وعنده ايه ايه الحاجات المهمة اللي انت المفروض تنقطها بسرعة من العيان او تسأل العيان بسرعة عليها هتقول له ايه هتقول له مثلا الحاجات اللي تهمك تعرفها من العيان لكن الباقي انت ممكن تكتبه بسرعة من دماغك يعني كومنت كلها تكتبه عادي من دماغك ايه تسأل مثلا هو كم فنجر تحت الكوستر مارجن ايه الريت والليفت لو لقيته بيقولك الليفت مثلا تمانية فنجر او مكاتب اربعة فنجر بنول هاند بيتس ما هو الهاند بيتس دي يعني اربعة فنجر اصلا قالك ستة فنجر الهاند بيتس اربعة يبقى اتنين فنجر بنول هاند بيتس اوكي دي عشان بس تبقى كتب صح بعضو اللي سبليين اسأله بعضو الكوستر مارجن يعني السيز بتاعه تحت الكوستر مارجن قدي هتسأله بعضو السيفس هو سموس ولا نودلة هتسأله الكونسيستنسي صوفت ولا فهم ولا هارد البعدة هتسأله بيوجعك ولا لأ البلسيتنج ولا لأ وطبعا انت مستغرب العيان هيبقى عادي في الكلام ده زي اه هو عادي في حيات ربنا هو عادي لو سألتو بالانجليز اصلا هيرض عليك ممكن لو سألتو بالعابة مايرضش زائد ان الهاند كانت انسونويت وكوستر مارجن والبالبيب والنوش دي استنبا سابتا اصلا هتكتبها كده كده يعني انت اخدت درجات ايه من هو وده برضو اخدت عليه درجات من الهو تمام الكدني بنعمل لها حاجة اسمها بايمان والبالباشن وبيكون لها بالوت منت بوستيريور وانتيريور الكومنت بتاعها برضو نفس الكلام انتر ابدوميالسويلنج موفقا دون واسباريشان هتحدد السايد بتاعها في اللمبر ريجون السايد بتاعها فيلر رينا الانجل الهاند كان انسويت بتوين اتا اندكوستر مارجن وانتيريور بستيريور بالوتمند ده الكومنت اصلا سابت يعني لو قالك اجزامن اعمل دي البالبيشن للكدني اكتب الكومنت ده من غير حتى ما تفحص يعني هو مافيش حاجة زيادة طيب اه فيه بس معلومة نخلي بالنه اللفر والاسبلين ممكن يتضحك عليك ويبقى اللفر اصلا يعني متشان مسلا او اسبلين فنخلي بالنه من النقطة دي هي صعب عليك وشوية انها تيجي بس نبقى وعين شوية لو لقينا سكار نسأل اسكار دي بتاعتي ايه ونعرف بالنسبة للبركشن الحاجات اللي بعملها بركشن هي الابر بودر اوفلر بعلاها بركشن اللور بودر بعمله لايه بركشن اللور بودر بودر تعليس بالنين بعمله لايه بركشن والتروب سيريا لايه بركشن بقول الكلام بسرعة لان الحاجات دي تشرحك بالتفصيل لدرجة حتى الصيف سأناتهم بتاع كل الكلام دي احنا نشرحينه يعني الاسيتس فيه الميلد والمودرت والسيفير السيفير ده بعمل حاجة اسمهه ترانسيميتد سريل لو كان اكتر من 3 ملت الترانسيميتد سريل بحط ايد العيان على بطنه زي السيف كده وببدأ اعمل من ناحية واستقبلها من ناحية التانية لو حسيت بفايبريشن وان في حاجة بتخبط في ايدي يبقى ده ايه سبيل طب ما حسيتش الاحساس ده ادخل على النوع المودرت بعمل ياما الشيفتنج دولنس ياما الريفرزت شيفتنج دولنس دي بتتعمل ازاي وده بتتعمل ازاي هقولك الشيفتنج دولنس المفروض ان انت نعمل عيانه بتجي من بعد ما تحدد الور لو بودا في الليفت لوب تاعد الليفت لوب لي capacities parted وبعدين من تحته بنزل Consider percussion!!!! لحد ما وصل ل الم guid الريف 체د اول ما وصل لدولنس اطلع الهaron اعمل Regional Suramericare بالفزنين جيد ان سترضى بالتعمل عنه الديئة دي هتخلي المكان يتحول ريزوننت يبدأ عنده ايه شفتينج دونس طيب افرد انا عملت كل الطريقة دي وجيت عند الجنب اللي اتيه ريزوننت اعمل ايه ملفوشي النحية التانية الفو نحيتي طب انت هتحسي هتعمل ليه دونس ايه هتعمل ليه اصلا بركشن ازاي دكتورة وهو نحيتك ده هيبقى كده نايم على جنبه داع السرير فيه طريقة كده الدكاتة بيقولوها ان انت بتقربه على اخر السرير قوي بس تبقى عمله صبورت وبتيجي من تحت كده وتعمل له البركشن فده اسمه ريفيرزد شفتينج دونس طبعا لازم تشوف الطريقة فانصحك ان انت تشوف الفيديو بتاعها او مثلا ممكن تبعتولي انا بعتلكم فيديو او كده المايل دي بقى خالص انه حتى ريفيرزد شفتينج دونس مفيش ما انتش حاسس برضو حاجه تعمل بقى انه البوزيشن يعني بتنيمه كده في وضعية السجود وبعدين بتعمل بركشن على الامبليكس الاوسكالتيشن بسمع ارتريا البروي فينس هام ساكشن سبلاش ساكشن سبلاش ده لو البيلورك فيه اوستركشن بحقن مش بحقن بديله مية يشرب مية وتقريبا يعني ايه بسمع صوت بابلز بس المفروضة علشان يبقى بالنسبالي لحاجه دي غير طبيعية وان انا اسمعت ساكشن سبلاش قعد ساعتين لما قعد ساعتين هلاقي برضو لسه في بابلز المفروض بعد ساعتين المية دي تكون خارجت من البايلورس لما اجي بعد ساعتين هلاقي فيه لسه بابلز جوه استمر معناها ان الشخص ده عنده فعلا بايلورك اوستركشن وانت اكيد مش هتقعد ساعتين في الليمتحان عشان تعرف استقشن سبلاش هباتك راب ممكن بقاطة اسمعها سبلنك راب انت اسمعين هتساعتين بس هل هتسمعها يعني عالية ولا قليلة لو انت بسمعتاش خالص دي في حد ذاتها ممكن يكون عيام ميت اصلا سكراتش تيست بادل ساعتين الانتساعتين تكون مثلا من خمسة العشرة يعني في دقيقة البادل ساين اللي هي بتاعت المياه لدنيه البوبوس يعني انت بعد ما حطت فضعية السجود قمت حطت السماعة وبدأت تعمل سكراتشنج على جنب من الجوانب وتبعد السماعة بعيدة عن السكراتش ده كل ما بتبعد الصوت بيقل اكتر لحد ما فجأة الصوت هيعلى معنا كده ان في اي كان فيه مية حاجزة الصوت ان هو يعلى ولما انت عديت مرحلة المية دي ساعتها الصوت علاء او انا كنت شرحتها بالتفصيل واتمنى انتو تكونوا فيهمتها في المرة اللي انا كنت شرحتها قبل كده ده كان بالنسبة لأسكالتيشن كمان احنا كده خلصنا الحمد لله بدون من الإجزاميشن عايفنا الكومنت اللي احنا بنعملها واخدنا درجات كتير من خلال الحفظ للأيتمز والكومنت دي في بس كان ملحوظة كده يعني حابة ان انا اقولكم عليها عايزاكم تخلوا بالكم من حتة الانسبكشن لو جالك انسبكشن في صورة وده غالبا بيحصل كتير انسبكشن في صورة يعني هتعلق على الكنتور مش هتعلق على الموفمنت ولا الويس بلو بريستاليسس ممكن تشوف الهرنية ممكن في الصورة فممكن تعلق عليها ديما اكيد مش هتطعف تعلق عليها ولا البرست برضو هتطعرف تعلق عليه السابكوستال انجل لا هتطعرف تعلق عليها وهتطبقى واضحة ابجاستيك باستيشن اكيد مش هتطعرف تعلق عليها ديفيكيشن وفكتاي ممكن تعلق عليها لو هو جايبه لك من الجنب الامبليكس اه في حاجات هتعلق عليها زي السايت مثلا الشيب في سويلنج لو الهرنية واضحة برضو علق عليها سكار مثلا ديليتت بين ديسكالوريشن غالبا ممكن يبانو ممكن لأ ديساتشارج ممكن يبانو ممكن لأ السوبر بيوبك هير ممكن مالبانش لان هو غريبا بيبع ابدو من بس مش بيبقى كشرف منطقة الامبس الجاية لاتانية ورق السوبر بيوبك هير السكين في السكال مسلا في سكاليا قدامك سكاتش ماركس لا ماتقولهاش لان ديJA مش بتبقى واضحة في السوئ قوي بس لو حاجة واضحة قوي ماشي ممكن تتاكد منها من الدكتور مثلا فيزيبول فانس بتبقى واضحة ضيلت الفانس هتبقى واضحة الباك هي الصور تبقى قبضو من بس مش بيبقى جاي معها الباك دي بس عشان ايه في ناس كتير بيبقى نزلهم انسبيكشن للصور انا جالي مع وقتين انسبيكشن للصور ده اه في حاجة كمان برضو فى البالباشن مش معنى ان الكتب كتبة ان السيرفز دايما سموز او الكنسيستنسي 99% لا انا شفت حالات بتنزل كنسر اصلا وبيبقى نوديولا بيبقى هارد بودة بتاعو بيبقى هارد كمان اه وفيه تندر وممكن تلاقي بلسيت المجوم ما تلاقيش يعني الحاجة مش ما تاخدهاش كده مسلمات انت هتفحص العين وهتعرف اول عين هيقولك بقى انت ونصيبك يعني اي سؤال محتاجينه في الجزء ده ما فيش اي مشكلة هاجع عيد تاني الجزئية ده اللي بعيدها مليون مرة عشان تخطط تركزوا فيها ايه هي ان انت دلوقتي عندك المفروض هتدخل على خمس استيشن الاولى لازم يكون في سؤال عندك عن الهد هيجيلك مسائق زمن الفيس ده اكتر حاجة بتيجي النك اكتر حاجة بتيجي السيرويد ممكن الليمف نود واللمف نود قلتلكم لو جاتها تبقى نيمف نود كاملة مش بس النك لا كمان اجزلة وانجوينر ايه بعد كده الابر لمب نركز اوي بالذات في الهند ايجزامينيشن واللور لمب نركز في الضيباتك فوت واخر حاجة الابدوميال ايجزامينيشن اشهر واحدة الانسبكشن بتاعت الاسيتس ياليها الديب بالبيشن بتاع الليفر واللسبيلين اخر حاجة خالص ممكن يقولك بالفرشن مثلا اه اتمنى تكون كل الايتمز بقت في دماغنا وكل الكومنتات بقت في دماغنا الحاجات دي مهمة برضو انت تكراقوها عشان تبقى عارفين كل شطة عندك ايه اكتر الاسئلة برضو اللي ت اشتركوا في القناة